لأكثر من سبعمائة عام كانت هذه المدافع الأثرية رابطة تحكي أدوارا تاريخية عاشتها معظم مدن حطر موت إلى أن امتدت إليها يد العبث والنهب ست مدافع أثرية عمرها أكثر من سبعمائة عام تم استرجاعها بعد سرقتها وإخفائها لفترة طويلة تم في الأيام الماضية استعادت ست مدافع أثرية تعود الأكثر من ستمائة عام وهي مدافع طبعا أثرية تم ضدها من قبل قوات الأمن في محافظة حضرموت وتم إرجاعها للمتحف بتوجيه من محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بالماضي ليتم عرضها في المتحف وهو مكانها الأصلي والحقيقي لم تكن المدافع وحدها من طالها العبث والنهب فحتى متحف المكلة طالته يد النهب فقد تم نهب محتويات ثمينة منه أثناء سيطرة القاعدة على ساحل حضرموت وبجهود حثيفة حيث نجحت بعض جهود الإسكعادة بينما لا تزال قطع مهمة مفقودة كما أهديت في الأيام الماضية أيضا سيارتين سلطانيتين تعودت لفترة سلطانية من قبل محافظة حضرموت لمتحف المكلة وحاليا لم يتم ليست موجود حاليا في المتحف فسوف تجلب في الأيام القادمة إن شاء الله لمتحف المكلة لا شك أن أثار الحرب انعكست بشكل كبير على كافة النواحي ومنها الأمنية مما نشط بكثرة تجارة الآثار والتنقيب غير الشرعية عن الآثار وبيعها مما جعل من تجارة الآثار عملا مربحا لكثير من فاقد الروح الوطنية سبب تهريبها هو بيعها وعرضها لغرض المردود المالي طبعا كطبيعة الحال نحن الآن طبعا في فترة حارجة علينا أن نحافظ على ما تبقى لنا من أثار وموروث حتى لا نفقد كل شيء عندما يحل الأمن والأمان في وطنة الكبيرة هذا الحصن فقد مدافعه قبل فترة ومثله عشرات بل مئات المواقع الأثرية كانت مستباحة للنهابين ومهما كانت الجهود التي تبذل برغم شحة الإمكانات إلا أن الحفاظ على العهاية تطلب جهد أكبر وقبل ذلك وعيا مجتمعيا أمر بن عبيد الله لقناة اليمن اليوم حضر موت